اتصال فرنسي كسر الجمود الحكومي من أبعبدة فالرئيس إمانويل ماكرون الذي توصل ظهرا مع رئيس الجمهورية ميشيل عون مصر على استكمال مبادرته لتشكيل حكومة المهمة المفترضة ماكرون تمنى على عون استكمال المشاورات لحل العقد الحكومية ضمن أجل محدود من جهته عون أكد على مسعاه الدائم لحل العقد والالتزام الكامل بمندرجات المبادرة الفرنسية لتشكيل حكومة تلتزم بالإصلاحات وتستعيد الثقة بما يوهد لحصول لبنان على المساعدة المالية أما العقدة الأساسية في المدورة أو عدمها فأشارت مصادر بعبدة إلى أن موقف عون مع المدورة مفضلا عدم حصر المواقع الوزرية بفئة دون أخرى لكن مشجعا على التوافق على هذا الخيار وهو يعتبر أن وضع مطالب لا إجماع عليها يعقد الأمور ولا يسهلها ووفق المصادر في بعبدة فأن العقدة ليست لديها بل في مكان آخر في موازات ذلك أشارت مصادر مطلعة إلى عقدتين شيعية متمثلة بتمسك الثنائي الشيعي أمل حزب الله بتسمية الوزراء الشيعة وتحديدا لحقيبة المال وسنية مصر على المدورة الشاملة وبالوقت الذي أرجأ فيه رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب تقديم اعتذاره عن التشكيل بعد اتصال مع مكرون اتفق مع عون على استكمال المشاورات لـ 48 ساعة مفترضة وتؤكد المصادر أن عون لم يتسلم بعد أي صيغة حكومية كاملة ولا أي أسماء مفترضة لأي وزارة بل سمع تكرار أديب تمسكه بصيغة الأربعة عشر وزيرا